أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز لي مباشرة زوجتي بعد التحلل من العمرة وذلك بغرض التبرك بالأرض المباركة أثناء الإقامة في السكن هذا لا أصل له التبرك بالاتصال بالزوجة في هذه الأراضي المباركة لا أصل له ولكن تتصل بزوجتك من أجل ما أباح الله لك ولها ومن أجل الإعفاف قلب الذرية أما التبرك فهذا لا لا أصل له هل يقولون أن المولود إذا ولد في هذا المكان أو حصل الاتصال بين الزوجين في هذا المكان أنه يكون فيه بركة هذا لا أصل له البركة بالأعمال الصالحة والطاعات والحج والعمرة والصلوات وأما الأمور المباحة والأمور العادية والأكل والشرب والجماع هذه أمور تزاول في أي مكان وليس لبعض الأمكنة فضل على غيرها في هذه الأمور المباحة نعم نعم